كتير من الطرق لتركيب القطن لا يعني انه هاي صحيحة وهي خاطئة بالعكس اذا كانت انت نتيجتك مافي ليك مافي دراي هيت اي بمعنى مافي تسريب جوس ومافي عندك قطن محروق فنتيجتك راح تكون تمام فطريقتك بتركيب القطن راح تكون تمام مرحبا كيفي الشباب شو اخباركم معاكم ابو ورد اليوم موضوعا على تركيب القطن على اكتر الاوتومايزرات المشهورة او اللي انشهرت بالفترة الحالية واللي عليها مشاكل واللي برسلوني الشباب عليها دائما ابو ورد كيف بنا نعمل كيف بنا نعمل فاميشانيك اعملنا لكم هذا الفيديو وخليكم معي الطريقة اللي احنا بنرجيكم اياها اليوم هي ليست هي الطريقة الصحيحة وباقي الطرق خاطئة بالعكس الطرق كلها تمام لكن اهم شي انك توصل للنتيجة اللي احنا حكيناها مافي دراي هيت مافي ليك لانه دائما باللايفات اللي بطلاها على الفيسبوك وعلى انستجرام دائما بيجيني اسئلة ابو ورد كيف نركب قوتون على تنك فلاني كيف بنا نركب مش عارف ايش هذا التنك عملي ليك هذا التنك بعطيني درايهت فانا لمست انه في بعض تنكات فعليا بالقاوة نهاية او بالفترة هاي في عليها مشاكل احنا كان بامكاننا نختار التنكات من عندنا قبل فترة شفتوني نزلت انا بوست واكثر الكومنتات اللي حازت على تنكات معينة شفت التكرار قديش وعلى هيك انا اخترت التنكات او الاوتوميزرات اللي بنا نشتغل عليها طبعا اليوم معاي انتو زي ما شايفين صديقي محمد ابو شهاب بطلع معي فيديو قبل هيك بموضوع تركيب القطن وهو شخص اعنا ابو شهاب معروف بمجوز بمنطقتنا بموضوع المزاجية يعني عنده مزاجية بتركيب القطن لانه احنا بالنسبة لنا واجب واجب هو بدك تخلص هو عنده التك تك يعني برستك لك اياه بطريقة حلوة فعندك شبه شاب تحكيه والله يبدأ احكي انه احنا فيه شغلية صغيرة يبدأ احكيها انه بالنسبة للأوتوميزرات كلياتها احنا طبعا تم تركيب الكويلات عليها قبل فترة عساس انه الفيديو ما يطول تمام واحنا بس بهذا الفيديو رح يكون بس للقطن مش لتركيب الكويل او طريقة تركيب الكويل او كيف ازالة الهوتسبوت على الكويل او تحماية الكويل فقط بس للقطن ما هو عشان ليك موضوع نحن اليوم تركيب القطن لانه حتى وموضوعنا تركيب القطن والفيديو طويل فما باركم لما يكون فيه كويلات وقطن الحلو انه بهذا الفيديو مشان انت ما تتعب وانت بتدور وتقدم على التانك اللي انت بيدك تشوف او تسمع عنه او تشوف شو وضع الكويلات او وضع القطن فيه مكتوب على كل اوتوميزر متى الدقيقة اللي بتبلش فيها فانا كنت حاب ان يكون جزئين جزء لار دي اي وار دي تي اي وجزء التاني لار تي اي بشقيه اللي هو الام تي ال وده ريتلانك فكالعادة يلا نرجع ونركب القطن ويعطيكم العافي سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة